السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معي في فيديو جديد وفي وصفة جديدة اليوم ان شاء الله نشارك معكم وصفة البطبوت بالنسبة لمقادير البطبوت فنحتاج فيه ملحة معلقة كبيرة زيت المائدة معلقة كبيرة الخميرة الخبز أو الخميرة الفورية اذا كانت لديكم هذه الجافة اضعوها اذا كانت هذه المجونة اضعوها في الحل البارد لا تضعوها اذا لم تفرش عندي فنضع هذه ونضع نسكة الكريم فرش استعملت هذه قشدة طارية اذا لم تفرش عندي ستعودوها بنسكة دانون بالسوس لدي ثلاثمية جرام دقيق الفينو قدروا تديرو ثلاثة للكيسان ونصف ديال العنبة بالعبار ديال كيس العنبة غادي تديرو ثلاثة للكيسان ونصف هدا هو دقيق الفينو كيكون رتيطب وارق من السميدة ديال الحرشة وغا نحتجو الماء اول حاجة غا نديروها غادي نخلوها للخميرة وغادي نخلطوها بشدو وغادي نخلطوها بشدو نزيدو عليها هالكريمة غادي نزيدو غادي نزيدو دقيق الفينو غادي نزيدو غادي نزيدو غادي نزيدو غحب ونزيدو غادي نزيدو غادي نزيدو غبوا ونزيدو سنجعلها قريبا 5 دقائق نقطعها قريبا 1-5 دقائق ونزيد لها الملحة ونزيدها بعد مرتاح العجين 1-5 دقائق سنزيد لها الملحة قريبا 1-5 دقائق ونعجم سنجعلها قريبا 1-5 دقائق قريبا 1-6 دقائق قريبا 1-5 دقائق قريبا 3-7 دقائق قد نستمر كل مرة نزيد رشيشة صغيرة دي الماء وانا كان عجل حتى نحصل على القوام اللي انا بغيت مهم بقيت كندلك العجينة حتى حصلت على هذا القوام هذي كيف تشوفو العجينة كتكون خفيفة شوفو كتدلكوها حتى كتسمعوها كالترتق كتدير واحد الفوقاعات وكتبدا تترتق العجينة سوف نضيف جميع العجينة بحل هكذا سوف نضيفها جيدا نضيفها بشوية كي نضيفها في البلاستيك سوف نضيفها نضيفها تخمر سوف نضيفها نضيفها سوف نضيفها اصحاب ثم نضيفها من العجينة كيف ترى اختيت لها قليلا كي نضيفها هذا الخبز سنقسم العجين الكلاتة ديال الكورة بحلقة ونحاول نجمعها نضرب البوضع نضرب البوضع قليلا ليس كبار و ليس صغير نضرب البوضع تقدروا تضهنه يديكم شوية ديال الزيت او المابحر ما يتلسقش ليكم وتحاولوا معي بحلقة جمعو سوف نخلوهم يرتاحوا يوحد شوية ونطلقهم بعد مرتاحوا عندي هذك الكورات اغنبسطهم شوية بيدي مشي بزاف حاولوا انكم مترقوهم مش بزاف سوف نضيفهم معا نخليهم مشي يخمروا بزاف تخليوهم عشار تغيق تقريبا سوف نضيفهم نخليوهم بها تسمك هذا كيف تشوفوا حلقة ما يكونوش غلاب وما يكونوش رقاق بزاف ثم بعد مخمر عندي العجين دابا اغنبسط بشل طيبه المقلة طبيعي حال سخونة وانا مشي على اه نور ما قبل داروا وراء المقلة تكون سخونة ولا عافية مجهدة أنا طيب سعف هذه المقلة التقيلة وانتسنوا عليها حتى تنفخ من قلبوها اغنبسط بشكل تقالي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة